أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده الإسراع إلى طاعة الله وترك المعاصي يقول الله تبارك وتعالى وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين إلى آخر الآيات وسارعوا أي بادلوا بسرعة ونشاط سابقوا بطاعتكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لتغتنموا مغفرة عظيمة من ربكم وجنة واسعة عرضها كعرض السماوات والأرض إذا كان عرضها كعرض السماوات والأرض فما بالك في طولها هذه صفتها هيئت أعدت يعني هيئت لمن هيئت للمتقين والمتقي الذي يتقي عذاب الله بطاعة الله وباشتناب ما نهى عنه الله من صفات هؤلاء المتقين أنهم ينفقون في السراء والضراء أول صفة الذين ينفقون في السراء والضراء أي ينفقون أموالهم باستمرار سواء كانوا قد أيسروا أي عندهم مال كثير أو القليل يتصدق ولو بشيء يسير ولكن لا يتوقف عن الإنفاق الإنفاق حيث أمره الله على نفسه وعلى أهله وعلى عياله وعلى أرحامه وهكذا وهكذا بقدر استطاعته فهو مستمر في طاعة الله في الإنفاق الذين ينفقون في السراء والضراء يقول الله سبحانه وتعالى متحدثا في آية أخرى عن الإنفاق الدائم يقول سبحانه الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار وسرا وعلانيا فالمعنى أنهم لا يشغلهم شاغل عن طاعة الله في الإنفاق في مراضي الله فيما يرضي الله تبارك وتعالى ثم الصفة الثانية والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين كاظم الغيظ والكاظمين الغيظة أي أمدح الكاظمين لأن هنا جاء الكاظمين منصوب فهو منصوب على المدح أي وأمدح الكاظمين الغيظ لأن هؤلاء عندما تمتلئ قلوبهم بالغيظ ونفوسهم بالغيظ يمسكون غيظهم فلا يظهرونه لا بقول ولا بفعل ولا يتخطون ولا يتعدون حدود الله إذن يمدح الله الذين يكذبون الغيظ والعافين عن الناس وأمدح العافين عن الناس الذين إذا ظلموا لا ينتقمون إلا لله ولا ينتقمون لأنفسهم وإذا تمكنوا يعفون نورد بعض الأحاديث التي وردت في ضبط النفس لأن كثيرا من المؤمنين أيها الأخوة مخلصون وصادقون ولكنهم إذا ووجهوا بأمر يغضبون فربما غضبهم يجعلهم يتجاوزون حدود الله أو يقعون في خطأ أو لا يفكرون التفكير الصحيح الذي أمرهم به الله تبارك وتعالى ولذلك يأمر الله بكثم الغيظ وينهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الغضب جاء رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قل له أوصني بس هلوصي قال لا تغضب ثلاث مرات يقول له أوصني يقول له لا تغضب وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب السرعة يعني المصارع ليس البطل العظيم الذي بصارع الناس بغلبهم بطل العظيم الذي يغالب نفسه فيضبطها فلا يخرجه الغضب عن حدود الله وأوامره ونواهه أيس الشديد بالسرعة أي المصارع البطل إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تعدون السرعة فيكم قلنا يا رسول الله الذي لا تسرعه الرجال البطل يعني ما حدا يستطيع يسرعه ويغلبه هو يتغلب على الكل قال عليه الصلاة والسلام لا ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب هذا هو القوي البطل رواه البخاري وأحمد وروا الإمام أحمد عن سهل بن عاد بن أنس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره الله من أي الحور شاء اختار من الحور العين في الجنة ما يشاء على حسب ما يريد ويطلب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والكاظمين الغيظ فقال من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله جوفه أمنا وإيمانا أمنا يعني استقرار راحة نفسية وإيمانا يعني يزيد الله في إيمانه لأن الإيمان يزيد وينقص كما وردت الآية القريمة فزادتهم إيمانا وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال من صدقه يعني عندما تتصدق ما ينقص مالك لا إذا كان ربك في بطن أمك وضح لكم هذه النقطة ربك وأنت في بطن أمك عندما ينفخ فيك الروح الملك يؤمر بأربع كلمات بكتب رسدك وأجلك وعملك وشقي أو سعيد إذا رسقك مكتوب وأنت في بطن أمك لا يزيد فالمؤمن بهذا يبقى مستمر على الحلال ولو أصابته بعض الشدائد والنقص في المال يعلم أن هذا رسقه فيستمر وإن شطح بعض الناس وظن أنه بالحرام أو بالسرقة أو بفعل كذا يكسب ويزداد ماله مازد هذا لذلك قسمه الله له وفي بطن أمه ولكن تعجل عليه في الحرام بدل أن ينتظر الطريق الحلال فربك يخبرك هنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقه يعني أنت عندما تتصدق ما نقص هذا من مالك إنما سيعوضه الله عليك ولذلك ورد في الحديث أن ملك في الأرض يلادي اللهم أعطي الله أعطي كل منفق منفق خلفا وأعطي كل ممسك تلفا اللي يبخل وممسك المال وما يتصدق فيما أمر الله به أتلف ماله يا رب والذي يتصدق أخلف عليه فإذا عندما تتصدق حسب التعداد اللي بتعدهم نقص مالك عندك مئة ألف دفعت عشت ألاف نقص عشت ألاف ولكن فيما قدره الله لك لا ما نقص سيعوضه الله عليك ما سيعوضه معناها بعد شوي بذي يجيك بصرات يبعث لك يبعث لك الله ودليلك في الأوف لا إنما يريد الله أقول هذا لأن بعض الجهل أحد السراق اشتغل بالسرقة في الليل هذه حادث جرياني مرة في جامع الأموي تعرفون أن جامع الأموي في حلب عندنا له عدة أبواب داخل من باب يطلع من باب تاني فسمع الشيخ العالم يقول الحسنة بعشر أمثالها يعني يضعفها الله عشر أمثال قالوا والله لماذا أتعب نفسي وأسهر ليالي وأسرق بعمل حسنة والله بيعطي لي عنده مئة ليرة ذهب قديماً هاي الحادثة جريت مئة ليرة ذهب عسما لي راح لعند أمه هدده هاتي المئة ليرة راح أنفقها بعدين أول يوم تاني يوم حتى كرسي على الباب دي بعت له هي مئة ألف مليون أو كذا ما أجت عشر أمثالها راح لعند الشيخ قال له ما أجت أنا قلت له أنفق أنه ما أنت قلت في الدرس قال له أنا عم بعلمك في الآخر قال له أنا ما أعرف آخر ولا شي بدي الفلوس الآن فبعض الناس يظنون أنه إذا أنفق المال ما نقص من باله شي يعني الله بدي يعود له بعد شوية يومين أو ثلاثة لا ربما تدعو أن يرزقك الله ويوسع عليك في الرزق الحلال ولا أتي وقت الرزق الحلال إلا كما قدره الله لك بعد خمس سنين أو بعد عشر سنين ولكن ما وعد الله سيكون فربنا تبارك وتعالى يخبرنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم عليهن ما نقص أول وحده ما نقص مال من صدقة وما زاد الثاني ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة كل ما بيعفو عن الناس الله بيزيده عز في الدنيا ومن تواضع لله رفعه الله ومن تواضع لله رفعه الله أما إذا كان تواضع بشأن مسكت حتى يضحك على الناس يتصلط عليهم هذا قد لا يرفعه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة ناذى مناذ يقول أين العافون عن الناس وين اللي بيعفو عن الناس يأتوا أين العافون عن الناس هلموا إلى ربكم واخذوا أجوركم وحق على كل مرئ مسلم إذا عفى أن يدخل الجنة أي يدخلهم الله الجنة هنا نود أن نلفت النظر إلى ملاحظة هامة هناك بعض الفاسدين والذين يعيشون على التسلط على حقوق الآخرين والعدوان على أشخاصهم أم أو أموالهم هؤلاء إن كانوا يرتدعون عندما نعف عنهم يفترض بأخلاقنا الطيبة وتوجيهات ربنا أن نعفوا أما إذا كان صنفا من هؤلاء يزدادون طغيانا في الأرض ويزدادون فسادا فهؤلاء لا ينبغي أن نعفوا عنهم بل ينبغي أن نطالب بحقنا منهم وأن يعاقبوا في الدنيا لأنهم إذا ما عقبوا يزدادون تسلطا وعدوانا على المؤمنين في المجتمع المسلم إذن العفو يكون عند من ينفع العفو فيه أما من يزيده العفو تسلطا ظنحاله أنه لأنه ممتاز لأنه كريم ما أخذ حقه منه لأنه مستحق هذا ويزداد تسلطا هذا لا ينبغي أن يعفوا عنه المؤمن بل عليه أن يطالب بعقوبته ليرتدع هو وأمثاله ممن تحدثهم نفسهم بالجرائم والعدوان على أموال الناس وأشخاصهم ثم يقول الله تبارك وتعالى والله يحب المحسنين أي يحب المتصفين بهذه الصفات الحزنة اللي هي ما هي هذه الصفات الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الرابعة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا الذين إذا فعلوا فاحشة الفاحشة أيها الإخوة هي ما قوح من القول والعمل كل قبيح في القول والعمل يقال له فاحشة فالمقصود بالفاحشة هنا الذنوب الكبيرة العظيمة القولية أو الفعلية والذين إذا فعلوا فاحشة ما يصفت هؤلاء المتقين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أو أتوا بأي ذنب من الذنوب صغيرا كان أو كبيرا إذا حصل منهم ذلك ذكروا الله أي تذكروا الله تذكروا أنهم واقفون بين يدي الله وسيحاسبهم على أعماله ويعاقبهم عليه لذلك يتراجعون عن خطائه إذن المذنب أيها الإخوة أيًا كان ذنبه إذا كان يعلم أن هذا حرمه الله ويتذكر الله فيتوب يتوب الله عليه أما إذا كان ما عاليش المجرم والمنافق يا إخواني يرى ذنوبه كالذبابة اهتقوا على وجهه ثم يعمل لها كذا فتزول فالمجرم يتهاون بمعصية الله أما المؤمن ذكروا الله يتذكروا عظمة الله ويتذكر أن هذا الأمر نهى عنه الله فيتوبوا إلى الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه الاستغفار يزيل المعصية الاستغفار يا إخواني والتوبة لها شروط الشرط الأول أن يندم على ما فعل عندما يتذكر أن الله حرم هذا الشيء وهو وقع فيه وقعوا خلاص فكيف يزول عنه هذا الزنب الندم يندم على ما فعل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الندم وتوبة ثم يطلب من الله أن يغفر له ثم إذا كان هذا الذنب عدوان على شخص من ماله أو شخصه فعليه أن يستعتبه أن يطلب منه العفو أخذ مال شخص يعيده إليه ويطلب منه أن يسامحه ثم يتوب إلى الله لأنه في العدوان على الآخرين في ذنب له شقان شقا للمخلوق سيأتي يوم القيامة فيقول ربي عبدك فلان ظلمني أخذ مالي قتلني وشقا للخالق لأنه خالف أمر الله عندما اعتدى على عباد الله فإذا تاب إلى الله سيأخذ المخلوق حقه لذلك ينبغي أن يذهب إلى المخلوق ويقول له أنا أخذ منك مالك بالغش بكذا خذ مالك ويهدي إياه إذا كان مبدأ يفضحها لأقول له أنا غشيتك يقول له أنا استحبت لك هذا المال وسامحني وعفو عني وإذا مقصر بحقك إلى آخره فيأخذ العفو من المخلوق ويعيد الحق إليه ثم يطلب من الله أن يتوب عليه فإذا ذكر الله وتاب تاب الله عليه ولكن في شرط آخر عدم الإصرار ولم يصروا على ما فعلوا مثل واحد عب يشرب خمر قال بدي يتوب قال أنا تائب إلى الله ويشرب أنا تائب إلى الله هذا مصر وليس تائب التائب ينقطع عن المعصي أول شرط يتوقف عن المعصي تاني شرط أن يندم ثالث شرط أن يطلب التوبة من الله الرابع إذا كانت معصيته فيها حق من حقوق العباد أن يطلب العفو من صاحب هذا الحق ويعطيه حقهم هذا لم يصر على ما فعله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وهم يعلمون أن هذا معصية وأن له ربا سيحاسبه ويجازيه على تعديه على حدود الله تبارك وتعالى فلينتبه كل منا إلى ذلك فلا يتعظم الذنب إذا كانت هناك توبة وإذا كان هناك انقطاع عن المعصي روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رجلا أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي فقال الله عز وجل هذا بينه بين ربه ما عندك رسي اعتراف تقول عنده فلان تعترف له أنه أنا عملت هيك وقال لك أغفر لك ما هو الذي يغفر لك الله الذي يغفر للجميع فيقول ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي فقال الله عز وجل عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ به يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم عمل ذنبا آخر فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفره لي يعني ما هو مصر هذا هو أستغفر لله أصمم يسوي ذنب ثاني لا أهداك يعني مصر على الفعل على الذنب ولكن تاب فعلا بإخلاص ثم زلت قدمه مرة ثانية ما ضبط عصابه فوقع في معصيه ولم يستحلها عرف أنه حرام وتذكر الله وتاب ثم عمل ذنبا آخر فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفره لي فقال عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم عمل ذنبا آخر فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفره لي فقال عز وجل قد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت لعبدي ثم عمل ذنبا آخر إلى أن يقول ربنا تبارك وتعالى أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء فليعمل ما شاء لا يعني هذا أن الله يقول لك روح حزني أبو عمي الكذا وعاصي الله لا هذا إنسان يصمم على طاعة الله يصمم على معنى لا إله إلا الله أي لا طاعة ولا خضوحة إلا لله ولكن شياطين الإنس والجن والنفس الأمارة بالسوء تضعف أحيانا لأن الإنسان مخلوق من هذه التراب ومصالحه مما يخرجنا الأرض مما خلق من هذه الأرض من نساء من حيوان من كذا إلى آخره فقد تزل قدمه ويضعف ثم يذكر الله فيرجع لا يترك العناء لنفسه يذكروا قول الله تعالى قبل قليل ولم يصروا على ما فعلوا هذا ولو عاد إلى الذنب مئة مرة وعاد إلى الله مخلصا يقبله الله تبارك وتعالى وعن علي رضي الله عنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه وإذا حدثني غيره يعني حدثني غير الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرسول حديث وإذا حدثني غيره استحلفته كان طبيعة سيدنا علي يتأكد قال له حليف يا أمين أنه سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حدثني غيره استحلفته فإذا حلف لي صدقته وإن أبا بكر انتبهوا يا إخوان انتبهوا يا شيعة اللي تقول لك عن حالكم من شيعة علي أو بتعبدوا علي وإن أبا بكر حدثني وصدق أبو بكر ما حلفوا لأنه يعتبروا صادق ويحبوا للبكر ويعتبروا مؤمن وإن كان بعض الجهل من الذين مرقوا من الدين يشتمون أبا بكر ويعتبرونه كافرة يقول علي رضي الله عنه وإن أبا بكر حدثني وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له رواه الإمام أحمد وابن حبان وأهل السنة وعن أبو بكر رضي الله عنه قال عليكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فأكثروا منهما فإن إبليس قال أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار بحاول أتعب حتى أدفعهم للذنوب بعدها التعب كلهم استغفروا الله برجعوا لأ الله بروح تعب كلهم بدون فائد أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالتوبة والاستغفار صدق عليه الصلاة والسلام وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إبليس يا ربه وعزتك لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم قال ما في روحة بتحرق بدأ أحاول أغريء حتى يبعد عن خالقه ويطيعني أن يطيع الشيطان إلى المعاصي لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسامهم فقال الله تعالى اسمعوا هذه البشارة فقال الله تعالى وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني أيها الناس أيها المؤمنون نحن في شدة إذا أردتم أن يرفع الله عنكم الشدة فأكثروا من الاستغفار استغفار عملي بتذكر الله ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم الرجوع إلى دين الله الرجوع إلى طاعة الله ذكروا الله فاستغفروا بذنوبهم وفي علم المؤمن بعفو الله ومغفرته عند ذلك لا يئس من رحمة الله ومهما أخطأ يرجع إلى الله ولذلك قال الله تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وقول الله سبحانه وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما إذن الآية فيها تطييب لنفوس العباد والشيطان شيطان الإنس والجن إذا أغواهم ما عليهم إلا أن يرجعوا إلى الله ويتذكروا أن العبودية لله لا لغير الله وأن الطاعة لله لا لغير الله فيتوبوا من ذنوبهم ويرجعوا إلى الله فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبتهم وفي هذه الآية تنشيط للتوبة ودفع للرجوع إلى الحق والاستقامة عليه حتى يعود المجتمع المسلم إلى الانتظام الصحيح على أمر الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أفلا يتدبرون مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين اشتركوا في القناة